بسم الله إليكم السؤال الحاج عشر شيخنا حفظكم الله ما هي الأمور التي ينبغي أن يراعيها المرء عندما يترجم الكتب وما حكم من يترجم كتبا لبعض الدعاة الذين عرفوا بالثناء على المبتدعة وما قولكم في محمد العريفي ومحمد حسن عقوق وعمر الأشقر وهل يقال بجواز ترجمة بعض كتب هؤلاء المذكورين إذا كانت مفيدة وسالمة من الأخطاء المنهجية بارك الله فيكم وأحسن إليكم وأطال عمركم على طاعة الله أقول الكتب التي لئوناس حزبهين أو ابتلوا بموافقة الحزبية في أمور كثيرة هذه الكتب لا ينبغي أن تترجموا لأهلها لأنكم إذا ترجمتم لأهلها ساهمتم في التعريف بهم وفي التنويه بهم وأنهم آبوا حق وهذا لا يجب بل يجب عليكم أن لا تترجموا لمثل هؤلاء نعم